بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الابوث الرحمن الرحيم الحكم الشرائي للمفرطين في صلاة الفجر في المسجد بدون عذر يسمع أذان الفجر في المسجد ولا يذهب ويستخف ويستهزئ بالأذان من يفعل ذلك منافق في قلبيه نفاق وهو على خطر كبير ويجاسف بعمله كله هوم القيامة ويعرض نفسه لخطر وغضب الله سبحانه وتعالى حاولوا حضرتكم أكثر من 15 دليل من الصنة النبوية الصحيحة وحضر حضركم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو يا ريت تنسخوا هذا الكلام وتنشروا لكن هناك مقدمة أهمة لكي بعض الناس بتفهم كلامي غلط النفاق هنا اللي أنا بتكلم عليه ماهوش نفاق أكبر النفاق نوعان فيه نفاق أكبر يخرجك من الملة تماما وهو زي نفاق أهل المدينة المنافقين الذين يعيشون في المدينة أمار رسول صلى الله عليه وسلم ده اسمه نفاق أكبر يعني ده هلاء الناس في الدرك الأسفل من النار فيه نفاق أصغر وأداء نواعه كتير جدا ذو الوجهين يعني يلقى هذا بوجه وهذا بوجه ده منافق الذي يحدث ويجذب في حديث منافق الذي يعد ويقل يخلف الإنساني يوعد الناس ويخلف الذي يفجر في خصامه منافق الذي يتملق الناس عشان مصالح دنيوية منافق الذي يخون الأمانة منافق فأنواع النفاق كثيرة جدا فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حظرنا قال لنا تقو الشركة الأصغر اللي هو النفاق أو الرياء فإنه أخفى من دباب النملة في العادي الصحيح فنعني نحكي الأمالي النهاردة ده ده باب مهم جدا من أبواب النفاق من كبائر الزنوب لكن ما يخرجكش من الملة الكفر أيضا الأنوعان كفر أكبر يخرجك من الملة وفيه كفر أصغر الكفر الأصغر أنواع كثيرة جهود النعمة كفر الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى كفر الحالف بغير الله كفر قتال المؤمن كفر الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن في سوق وقتاله كفر لكن ما يخرجكش من الملة الحالف بغير الله فقط كفر لكن هل يخرجك من الملة لا ما يخرجكش من الملة فلازم الناس تفهم يعني عشان الناس بتفهم الكلام غلط فمش كل كفر يخرجك من الملة مش كل نفاق يخرجك من الملة انا متكلم دوقتي عن نوع من نوع النفاق لكن لا يخرجك من الملة بل لكنه من كبائر الزنوب ويجعلكوا على خطر عظيم اللي هو الاستخفاف بالأذان وعدم احترام الأذان في المسجد وعدم اذهب للصلاة وانا متكلم عن صلاة الفجر بالذات لان اكثر صلاة بيستخفى بها الناس ولا يذهبون الى المساجد للصلاة فيها فدي موسيبة كبيرة جدا فحول حالكم الادلة الكثيرة على هذا اولا في مقدمة هامة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم قامة الصلاة في اذا صلوحات صلوحة العمل كله واذا فسدت فسد العمل كله طب ازاي ممكن العمل يفسد والصلاة تفسد دي الاول الحديث في البخاري اثقل الصلاة على منافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ده في المسجد لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا ان امروا بالصلاة فتقام ثم امروا رجلا ليصلي بالناس ثم امروا بحطب فيحطب ثم انطلقوا مع رجالهم معهم حزمهم من النار فوخالفوا الى اقوام اللي اشهدون الصلاة في جماعة فوحرق عليهم بيوتهم تعالوا الحل لهذا الحديث هذا الحديث في البخاري في عرض درجات الصحة اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر يعني اللي بيستسقل يصلي العشاء والفجر في المسجد منافق مش قادم حاسن انت تتقيل مش قادم تروح الجامعة يبقى يزبون هناك يكون في وقفة وتصلح من قلبك قبل ان يفوت الأوان يبقى يعلموا بالتنفاق اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني انت ومريض مش قادم تمشي تحبيه كالطفل الرضيح حتى تصل الى المسجد لو انت مريض ولقد هممتوا ان امروا بالصلاة فتقام ثم امروا رجلوا ليصلي بالناس ثم امروا بحطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجالهم معهم حزمهم من النار فهو خالفوا الى قوام لا يشهدون الصلاة في جماعة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هم يستخلف واحد ليصلي بالناس ويأخذ مع رجال ليكونوا شهود ومعهم شعل من النار ليباغت او يفاجئ هؤلاء الناس في بيوتهم فيحرق البيوت فوق رؤوسهم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم منافق هذي يحول الحاجة ثاني حاجة هام يسيب صلاة الجماعة بسببك ثالث حاجة هام انه يحرق البيوت طب لا عليك واحد ده حاله هايبقى عابل طب ايه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من حرق البيوت قال لولا مال في البيوت من النساء والذراري لخالفتوا الى اقوام فحرقتوا عليهم بيوتهم يعني لولا لولا الاطفال والنساء اللي منهمش يزم في البيوت لكونت حرقت البيوت دي طب لا عليك واحد سمام ونافق الرسول صلى الله عليه وسلم سمام ونافق واحد الرسول صلى الله عليه وسلم هام يسيب صلاة الجماعة بسببه وهم يروح يحاب بيته كاف يكون حاله يوم القيامة نتكلم بالأدلة نتكلم بالأدلة طب ليه هو منافق ليه اللي بيحترمش الازان بروح صلي الفجر في الجامعة منافق هاولوكو اكتر من دليل حالي وقت يقولنا الدليل الاول الدليل الثاني ده دليل عقلي بعد كده هقيده بدليل النقلي من السنة الدليل العقلي ان لو واحد قال لك تعال يا المسجد في وقت صلاة الفجر هتعمل لي عمل مدته ربع ساعة اللي هي مده صلاة الفجر بس انت مش هتصلي الفجر الناس هتصلي وانت هتعمل لي العمل ده الناس هتاخد صلاة الفجر وانت هتاخد مئة ألف جنيه انا هتدي لك مئة ألف جنيه هتروح لو بش هتروح لو واحد لو واحد من ضمن مئة مليون واحد قال لي بش هروح مش هستدقوا. قالوا أنت كاذب. ده أنت مش هتنام تولي الليل ده أنت حدبات على بقى بالمسجد. ده أنت حدبات على بقى بالمسجد. طب ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك. حي على الصلاحة على الفلحة ولا تذهب. إذن أنت توقر مخلوقا ولا توقر الخالق. وتفضل حطام الدنيا على الثواب العظيم في الآخرة. طب ده من النفاق ورياء وش نفاق ورياء وشرك. الإنسان اللي يحترم مخلوق وما يحترمش الخالق. يبقى ده من أنواع الرجاء والنفاق والشرك والكفر أيضا. وأنت كده كأنك بتشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا بينادي عليك ما بتروحش. واحد بينادي عليه وقوله تعالى يعمل لي عمل. حديك مئة الف جنيه بتروح. وحتروح حتروح. مش ممكن مش هتروح. لو ممكن واحد حيضايق مئة الف جنيه في ربع ساعة عشان يشتغل ربع ساعة. يبقى إذن ليحترم الناس أكتر ما يحترموا ربنا سبحانه وتعالى المفاق. طب ده دليل العقلي. دليل العقلي. الحديث في معجم الإمام الطبراني صححه أحمد شاكل في المسنط الصحيح. لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وإنهم لا يضعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا أتونها. ولقد أمامت وأن أمروا بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارة. وما يتخلف عنها إلا منافق. ده كلام الرسول عليه الصلاة. وما يتخلف عنها إلا منافق. الحديث ده معناه إيه؟ معناه الرسول عليه الصلاة بيقول لك لو فيه لو فيه وليمة في المسجد فتة ولحمة الرجل في رواحة الواحد أعمل فتة ولحمة الناس هتجي تجري عشان تأكل. طب ربنا هو بقى عمل لك فتة ولحمة في الجنة ربنا سبحانه وتعالى عمل لك صواب عظيم في الجنة وبقول لك تعالى والأزان ده أنت سمعه لازم تجيبه وما بتروحش. يبقى أنت بتحترم بتحترم الشخص الدعاج ده بالوليمة وبتحترم شربنا سبحانه وتعالى. يبقى منافق. يبقى تفضيل 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 نخلوق على الخالق شرك ونفاق. طيب ده دليل تالت. الدليل الرابع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس منا ما انتشابه بغيرنا فلا تشبهه باليهود ولا بالنصار وقال عليه الصلاة والسلام ما انتشابه بقامل فهو منهم. اللي بيعمل كده بيتشابه بالمنافقين اللي كانوا عايشين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. خيات علامة النفاق من نسبة للصحابة وكل الناس لأنهم ميرحوش الجامعة لأنه ما عندهش عقيدة. هو مش هو مش مصدق ان فيه جنة ونار. فبيستسقل طبعا يتوضى ويروح الجامع عشان يصاد 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 الناس. لكن المسلم صحيح صحيح عنده عقيدة وعارف ان فيه جنة ونار بيبقى رايح وهو حابب لأنه عارف ان فيه سواب عظيم يستنيه في الجنة. يبقى انت شابهها بقامل فهو منهم. بس انا بقولك انت مش هتخرج من الملة عشان مرد بحدش يفهمني غلط. لكن انت بتقلد المنافقين اللي هم في الدرك الاسفل. يبقى انت بتحط نفسك في مصيبة. طيب دليل الخامس. ما نسمع عن نداء فلم يمنعه من ان يأتي عذر فلا صلاة له. يعني كانوا مصلاة شخص. دليل السادس. ما نسمع عن نداء فلم يلبه. فلم يلبه. خليب لكم من غير عذر. لم تقبل منه الصلاة والتي صلىها. قالوا وصول الله ما العذر قال خوف او مرض. مش اي خوف مش اي مرض. لازم المرض يكون شديد جدا او الخوف يكون شديد. لكن مرض عادي لا. بدليل ما اعلمونا ما فيه ملأة هما لو حبوا. يعني ان تكون عندك مرض شديد يمنعك. طيب يبقى اذا خليب لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اه لم تقبل منه الصلاة قال لي تصلىها. الصلاة لم تتقبلش. لذلك ابن القيم وابن تيمية والامام الاوزاعي والامام داود الظاهري والامام ابن وقيل والامام محمد بن حمل وغيرهم قالوا اللي يسمع الازان وما يروحش ما يستمش للمسجد بدون عصر صلاة باطلة ويجب عليه الاعادة يجب علي الصلاة يعني وبعضهم قال يعني هناك علماء اخرون قالوا صلاة صحيحة يا صلاة مش باطلة صلاة باطلة ولكن ما يعطش الصلاة خلي بالكم خلي بالكم اه العمل مبنى على الصلاة وما القيامة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم قيامة الصلاة إذا صلحت صلحة العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله خلي بالكم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تقبل منه الصلاة في حديث قال لا فلا صلاة لا طبعا في حديث ثانية كتيرة أنا أقول لكم في كل باب حديث أو اتنين من الباب ده لم تقبل منه الصلاة الصلاة غير مقبولة طيب يبقى إذن معناها إيه كيف؟ العمل مبنى على الصلاة طيب صلاة غير مقبولة صلاة صالحة أو صلاة فسدة إذا صلحت صالح على عمله كله وإذا فسد فسد عمله كله يبقى أنت بتجزف بالعمل يبقى أنت كل يوم تضع صلاة الفكر في الجامعة والعمل مبنى على الصلاة ومالقيام يبقى أنت حتلقى رب العمي صحيحة الله تعالى بصلاة غير مقبولة أو صلاة مشكوك فيها وبالتالي العمل سيضيع هو أيضا فهذه مصيمة قبلة جدا بالدليل بعد كده تليل السابع سيدنا واحد من كبار التبعين ابن عبد الله ابن الزبير كان في ساكرات الموت فسامع الإمام فسامع الأذان فخال حملوني إلى المسجد فقال له أنت معذور أنت مريض وعندك عزر شديد قال لهم لا أستطيع أن أسمع الأذان ولا أذهب إلى المسجد فصلى رقعة مع الإمام ومات قاته وصلي عايزين أكتر من كده طيب دليل كان يؤتى بالرجل منه يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف يعني كان يحمل الرجل حملا هو مشلول جليه ميتة ده كلام الصحابة كان يؤتى بالرجل منه يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الأرض حتى يقام في الصف بمشلول ويحمل حملا إلى المسجد هو مشلول طيب الدليل اللي بعد كده الدليل اللي التاسع حديث صحة الإمام الألباني ما تسمع نداء لصلاة العشاء فلم يمنعهم فلم يلبه من غير أثر لم تقبل منه الصلاة والله صلى الله دليل اللي بعد كده دليل خطير جدا مش ممكن إنسان عنده نقطة دم يسمعه ولا يتق الله سبحانه وتعالى وينزل يصلي الفجر في المسجد سيدنا عبدالله بن أم مكتوم والحديث ده موجود في مسلم الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حمل وفي صحيح مسلم وفي صنع ابن ماجا له روايات كثيرة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله صلى الله أنا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومعي غلام لا يلائمني أو تجلي رخصة فانقصلي في بيتي قال له أتسمعون لداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة ملكش رخصة خلي بالكم أنا ضرير يعني أنا أعمى شاسع الدار يعني بيتي بعيد جدا كان بيته على بعد خمسة كلمترات شاسع الدار عمي يا بصري ومعي غلامه لا يلائمني معي واحد ولا بتعكز عليه مش من رياحني عندك ليه رخصة أن يصلي في بيتي قال له بتسمع النداء قال له أيا بسمع قال لا أجد لك رخصة طب إزاي كان بيسمع من خمسة كيلو ربنا بيسمعه لأن الصحابة لهم كرامات ده دليل على قوة إيمان عبدالله بنما مكتوب ومنزلته العالي عند ربنا سبحانه فقال له منكش لخصة قال بيكو الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله ده بيشوفها بيشوفها رواية تانية بتقوله رواية تانية بتقوله رواية تانية بتقوله يا رسول الله بيني وبين مسجد المدينة هوام وشجر وسباع وعم يا بصري هل تجل له لخصة قال له أتسمع النداء قال نعم قال فأجب وفي رواية فأجب حي فحي على الصلاة حي على الفلاة خلي بالكم تعالوا بقى الحل لأحديث دي يبقى إنسان ضرير وفي رواية تانية أنا كبرت سني ووهنة عظمي وعم يا بصري هتجل له رخصة وبيني من المدينة يبقى بيته بعيد بينزل في البدر القرس الساعة ثلاثة الصبح فأرض مفاش أسفلت وربما فيها طين من الشتاء وفيها شجر وفيها هوام هوام يعني يعني عارب وتعبين وسباع يعني أحاولات مفترسة هو أعمى في كل الظروف الصعبة دي رواية تانية قالوا لا ملكش لقصة يبقى يبقى وإنت مبصر معافى وجاء مساكن جنب البيت على بعض عشرين خطوة وبتسمع لأزم ومتروحش يا بربنا حيبلكلك فعملكم الإيامة هنمتكلم بالأدلة طيب الدليل بعد كده دليل التاسع أو العشر عبد الله بنصعوب يقول عبد الله بنصعوب يقول كنا نعود المتخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا معلوم النفاق يعني شديد النفاق وكان إذا تخلف أحدون عن صلاتين من صلاة الجماعة أسأنا به الظن يعني إيه أسأنا به الظن يعني لو واحد لو واحد ما جاش صلاتين من صلاة الجماعة ما كنتش بقى يدوره بأزر من الأزر أسأنا يسيقوا به الظن ويكتبوه في لسة المنافقين وإذا مات لا يصلوا عليه كانوا لا يصلون عليه دليل بعد كده دليل بعد كده حديث ذكروا الإمام الترميذي يشوفوا الحديث خطير جدا ثلاثة لعنهم الله ثلاثة لعنهم الله رجل أم قوما وهم له كارهون ومرأة باتت وزوجوها ساخط عليها ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب حديث موتها الخطورة الدليل بعد كده سؤل عبدالله ابن عباس عن رجل صوام قوام لكنه لا يأتي الجماعة ولا الجمعة قلم هو في النار إلا ميتوب ده مش واحد عادي ده صوام قوام بس ما بيختلمش صلاة الجماعة لا بيجيش صلي جماعة لا عشها ولا فجر طيب الدليل بعد كده سيدة أبو هريرة قال لئنتمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير الله من أناس ما حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيب لأنتمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير الله من أناس ما حي على الصلاة حي على الفلاح يعني يلقى في الأذنين حميم رصاص مذاب أهوى من هو يسمع حي على الصلاة حي على الصلاة ونجيب الدليل بعد كده سيدنا علي بن أبي طريب قال لا صلاة لجار المسجدي إلا في المسجد قالوا ش صلاة يعني لو صلاة في البيت كانوا مصلّر فقالوا له من هو جار المسجد قال لهم من سمع النداء الذي يسمع النداء هو جار المسجد ذلك قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من أثر صلاته لن تجاوز رأسه لن تقبل لن ترفع ده كلام سيدنا علي بنبي طالب دليل 14 سيدنا سعيد بن موسيب إمام التبعين واحد من الكبار التبعين قال في تفسيق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قالوا كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح وهم أصحاء أقواء ولا يجيبون ده كلام سيدنا سعيد بن موسيب طيب دليل بعد كده سيدنا معاذ بن أنس فروا الإمام أحمد بن حمد في مسنده عن معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلم يجيبه الجفاء والكفر والنفاق بقى أنت بده جافي رب العالمي سمعه وتعالى و فهنا فهنا فهمتلك ويعني كفر والنفاق لأن لو أحد قال لك تعالى هتديك جزء حتيجي وبتستخف وبتستهزئ بالأزان يكان يدعون بتحرمش ربنا سمعه وتعالى الجفاء والكفر والنفاق دلي بعد كده رأوا الإمام التبراني بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذنة يثوب في الصلاة فلا يجيبه حسب المؤمن من الشقاء والخيبة الشقاء ده معناه إيه مش ربنا بقول فمنهم شقي وسعيد الشقاء ده الشقاء ده معناه الشقاء ده معناه تبقى من أهل النار بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذنة يثوب في الصلاة فلا يجيبه يعني ده تفقى بس أنه يوصلك أنه يدخلك النار من حسب المؤمن من الشقاء والخيبة ده بعض الأدلة حكتبكم كل الكلام ده مش كاله بس ده في المصيبة التانية الكبيرة جدا أنت حتضيع منك النور اللي أنت حتمشي بقي على الصلاة النور العظيم حتمشي تترنح على الصلاة إما أنك تقع في الجهنم أو حتى لو نجيت ووصلت تصل مدخرا إلى الجنة وتحرق في جميع أنحاء الجسد حقيقة موقف عصيب جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بشر المشاقينة في الظلم بالنور التام يوم القيامة وفي رواية أخرى بالنور العظيم يوم القيامة الظلم اللي هي الفجر والعشاء النور التام اللي هو النور العظيم كل واحد مننا ربنا حيدينه نور على قدر إيمانه على قدر صلاته النور ده هتاخده أنت على الصراط إيه هو الصراط الصراط ده خطر فايع جدا بيضرب على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف بطول جهنم كلها وجهنم مظلمة سوداء شديدة الظلمة لا أنت استعن ترى كفاديك مش هينفعك إلا النور والنور اللي هتعدي على الصراط هو نور صراط الفجر والعشاء يبقى لي باستخفى في صراط الفجر في الجامعة هيضاع منه النور العظيم شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ليه في الحديث أولا عشان تعرفوا الصراط ده طوله أدقية وحجمه أدقية ده بطول جهنم كلها جهنم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تأتي جهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام يشدوا أو يجروا كل زمام سبعون ألف ملك بين شحمتي أذنائه كما بين المشرق والمغرب يعني يه الكلام ده يعني جهنم حتيجي يوم الإيامة لها سبعون ألف زمام كل زمام بيشدوا سبعون ألف ملك حجم دماغه بس قد الكرة أرضية كلها ما بين شحمتي أذنائه يبقى جهنم ده قد إيه يعني جهنم حتيجي بيجرها من الإيامة أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك حجم الناغه بس قد أكبر قد الكرة أرضية كلها يبقى جهنم ده قد إيه القنابل اللي بتطلع منها والشرع اللي بيطلع منها قد إيه عشان تعرفوا أنت حتى ما ماشي بين القنابل ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الناس على الصراط لذلك العلماء قالوا إيه قالوا الصراط ده طوله مسيرة خمستاشر ألف سنة هتمشي عليه وانتحافي وعاري فهتعطى نور يضرب الصراط على مدن جهنم هتعطى نور على قدر إيمانك وصراطك في المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الناس على الصراط على ثلاثة أصناف ناجن مرسل أو مارن مخدوش أو هامون في ناري جهنم ناجن مرسل معه نور عظيم بيعافظ على فجر كل يوم هيبقى معه نور هيمر كالبرق أو كربح البصر أو مارن مخدوش فبيضيع الفجر كل يوم في المسجد ضيع منه النور العظيم هيمشي يا طران نحل الصراط هيخدش ويلسع لأن الجهنم بيطلع منها قنابل لا بتقول لي بقى قنابل زرية ولا قنابل نووية إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر كما قال في صوت المرسلات بيطلع منها قنابل فهتلسع في الوجه وفي الكتفين وفي كل أنحاء الجسد وتكون أياما من الصنف الثاني أو مارن مخدوش أو هاون في ناري جهنم تخيل أنت ماشي حافي وعاري على خط أرفع من الشعر وأحد من السيف وتحت من الجهنم بيطلع منها قنابل من الجانبين وانت ماشي بين القنابل دي ماشي بين الشرر ده وضيحت منك النور طبعا حتى ما ماشي بسرعة ضعيفة ما فيش مقارنة يبقى أنت لذلك أقسم بالله عظيم قاسم من وحاسب عليهم القيامة حتندم على كل صلاة فجر ضيعتها وانت على الصلاة إيما أنك تصل متأخرا إلى الجنة بعلن تحرق في جميع نحاء الجسد وتكون في الدرجات السفلة في الجنة أدنى درجات الجنة أو تقع في جهنة أبو العزو بالله وده احتمال الأكبر فهيبقى موقف عظيم جدا موقف عظيم جدا يا ده خط طوله ما مقل خمستاشر ألف مسيرة خمستاشر ألف سنة بطول جهنم فبغرض بس أنك تتخيل الموقف العصيب ده ده يخليك تنزل صليف لك في الجنة فأنا حكتب لكم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو انسي خون شرون وده مشكلة بس أنت هتحرم من روحي حتى لو دخلت الجنة مش هتشوف ربنا كل يوم في وقت صلاة الفجر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يا أيها الناس انستطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل شوق الشمس وقبل غروبها ففعلوه فالرلماء قالوا إيه قالوا أن احنا هنشوف ربنا في وقت صلاة الجماعة في وقت صلاة الفجر في المسجد ووقت الصلاة وبالليل يبقى أهل الضلاجات العور عشوفوا ربنا مرتين وانت ده أين وصلتوا دخلت الجنة حتى هتحرم من رؤية رب العاني في الجنة شوف أنت ضيعت يعني أنت بتجسف في عاملك كله بتجسف في صلاتك وبدأ حتضيع منك نور حتى لو هتخش الجنة هتحرم من رؤية رب العاني في الجنة في كل يوم في وقت صلاة الصبح لأنك بكتش برد تروح لبيته في الجامعة فأنا أكتب لكم كل الكلام ده في الوصف وتع الفيديو كل أحاديث بالمساني ده أهلا تسأخوا هذا الكلام ونشون ونشاهد العمي في ثوابنا عظيمة لعلم علما فالله أقرنا عامل بيام القيامة لا أقول زالك مجموعة أنتو شوش تفعيل الجرس وإشراك في القناة إلى السباق وكل جديد وساعدوني على عشر صورة تربية أقول قول الله هذا استغفر الله لي ولكم